اشتركوا في القناة اهم التأثيرات والزوايا الفلكية اللي رح يشكلها طبعا المريخ رح ينتقل يوم 13-12 هو بدأ تأثيرات وابتداء من اليوم اللي هي التأثيرات السلبية للانتقال رح يكون الانتقال يوم 13-12 في تمام الساعة 7 و 52 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بده ينتقل من العقرب للقوس رح يظل موجود في برج القوس لغاية ظهر يوم 24-1-20-22 يعني إلى تمام الساعة 12 و 52 دقيقة بتوقيت جرينيج طيب معلومة كوكب المريخ هو المسؤول بتأثيراته عن الطاقة والنشاط والجراءة والقدرة الجنسية ومن صفاته اللي بتمنحنا دائما صفاته الإيجابية أنه بعطي الشجاعة والإقدام وحب المنافسة الجراءة والاندفاع والطاقة للعمل والناحية أو القدرة الجنسية ولكن من سلبياته أنه بيسوي جدال يعني بيخلينا نحب نجادل والقسوة والتصرع وإذا كان منتحس بعطي ضعف جنسي أو بروج جنسي طبعا دائما لما بدي ينتقل المريخ من برج لبرج قبل بخمس أيام أو بعد بخمس أيام من الانتقال اللي هي مراحل الانتقال لهاي يعني احنا قلنا أنه الانتقال يوم 13 يعني من المفروض أنه يوم 8 الشهر أو 9 الشهر بالأكثر أنه تبدأ أحداث العنف يعني تصير دولياً بتلاقي أنه في أحداث في تهديدات في تحركات عسكرية في مظاهرات في سفك دماء في أشياء حتى لها علاقة بالحرائق بما أنه كوكب النار بعرض للإصابات دائماً في فترة ما قبل الانتقال وما بعد الانتقال هاي التأثيرات موجودة عشان هيك احنا نعمل قبل بخمس أيام أو ست أيام بث الحلقة عشان أخذ الحيطة والحذر طيب هل انتقاله رح يكون إيجابي ولا رح يكون سلبي لما يكون موجود بالقوس بما أنه القوس برج ناري وهو المريخ مسؤول أو عن برج الحمل اللي هو الناري وتواجده في كوكب ناري أو في برج ناري من المفروض أنه يعطيه طاقة إيجابية عالية فخلينا نشوف إحنا إيش تواجده فأنا زي ما بتعرفوا بحسب على حسب الزوايا وتحركاته وجوده هاي الأشياء اللي أنا بخذها بعين الاعتبار طبعا مسبقا أنا خليني ننقل على الشاشة عساس أنه نطلع على البرنامج اللي إحنا منشتغل عليه على أساس أنه نشوف إيش الأشياء اللي بدنا نستفسر عنها أول شي بدنا نشوف أنه هل وجوده لما بدو ينتقل يعني أنا هاي اليوم الأربعة الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت الأردن عمان أنا قاعد بسجل هاي الحلقة الآن هذا برنامج زيت وهو برنامج مجاني موجود على موقع زيت.com موقع روسي بتنزله وبتصير عندك نفس النسخة هاي اللي أنا بشتغل عليها وانت راح تشوف طبعا بتغير صورة الخارطة انت بتقدر تغير لأنه هم حاطين أكثر من خارطة فلكية داخل البرنامج طيب خلينا نشوف أول إشي نفتح ساعة الوقت عشان نطلع إحنا طبعا أنا هنا هذا البرنامج نفسه بعطي إنه الكواكب قديش سعادتها ونحستها أنا ما بأخذ بهذا الكلام اللي هو حطه البرنامج لأنه البرنامج هذا حطه بشر وهو مبرمج ولكن أنا بالنسبة لي بأخذ على أشياء معينة لها علاقة بالزوايا اللي هو بشكلها أساسا الكوكب ما عارف أنا إيجابيته ونحسته فخلي يعني عشان أعلمكم أنا هذا الموضوع أول إشي هي المريخ المريخ موجود بالعقرب في درجة 26 يعني اقترب على مراحل الانتقال هو الآن تأثيراته في بعض الأشخاص بشوفه في برنامج زيت إنه بعطي سهم هيك كأنه بالقوس فبقول لك هو دخل على القوس ولكن لسه موجود بالعقرب أو إنه هو كأنه موجود بالقوس ولكن هذا لا هو عادة للكواكب بتأثر سبع درجات قبل أو سبع يعني سبع درجات قبل سبع درجات بعد تأثيرات الشعاع تبعه نوره فعشان هيك تأثيراته بتكون على هاي المسافة الآن هو على 26 معناته هو بلش بتأثيراته يعطي بما أنه سبع درجات بلش يعطي تأثيرات الانتقال إله طيب الآن هو في مراحل الانتقال مشكل عندي أنا زاوية أساسية أنا ما إلي بعلاقته بالقمر يعني القمر هاي زاوية سريعة بتبدأ تقريبا بحدود 16 ساعة بعدين بتنتهي الزاوية هاي ولكن أنا إلي بالزوايا البطيئة اللي رح يشكلها فأول زاوية موجودة هاي هاي النقاط إنها هاي زاوية منفصلة تربيع منفصلة ما بين المريخ وما بين المشتري اللي إحنا في التوقعات اليومية منحكي عن تأثيراتها بما إنه هاي زاوية منفصلة لأنها انفصلت أساسا هي كانت متشكلة ولكن انفصلت وهي رح تستمر حتى بعد الانتقال يعني بظل في إلها بعض التأثيرات ولكن تأثيراتها ضعيفة فعشان هيك إحنا ما منذكرها الآن أول زاوية على حسب الجداول اللي أنا انتبهت لها قبل ما أعد الحلقة لقيت إنه أنا في عندي يوم 3012 في زاوية رح تتشكل هي زاوية تسديس بين المريخ وبين زحل فمنروح على يوم 3012 أول زاوية يوم 3012 من ثمانية اثناش يعني اللي هو اليوم ثمانية اثناش لثلاثين اثناش ليشكل زاوية رئيسية مع الكواكب البطيئة يعني بمعنى آخر إنه دخل في مراحل الكوكب المحترق يعني ما في زاوية مباشرة لإله فهاي أول نحوسة أو أول سلبية بيحصل عليها المريخ رغم إنه تطلعوا على البرنامج هنا معطيني إنه سعيد يعني معطيني سعيد كإرسال واستقبال أو المكتسبة والذاتية بمعنى آخر فبعطيه إنه حضوضه عالية ولكني أنا بشوف إنه حضوضه بطيئة طيب خلينا نروح على يوم 30 منمشي على البرنامج لا يوم 30 عشان نشوف زاوية التزديس ونعرفكم عليها هاي يوم 30 زاوية التزديس اللي رح تصير بين المريخ وبين زحل طيب هاي أول إشي بدنا نطلع المريخ وين موجود طبعا لازم أول شغلة تتعلموها اللي هي الإشارات هاي الإشارات الرئيسية لكوكب زاوية التزديس هيها زاوية التزديس ما بينه وما بين زحل طبعا إحنا لأنه الوقت مش بتمام 100% فما أعطى خط متصل مثل هيك أو مثل هيك فهي بتكون بدأت بعملية إنه طلعت من تشكلها فعشان هيك بس إحنا ما بدنا نروح على الوقت بالضبط وإحنا بدنا نتأكد ونشوف الزاوية الزاوية هو مشكلها ما في أي زاوية أخرى لأنه أساسا قلنا أنه كان محترق يعني بمعنى أنه ما بشكل ما بشكل زوايا أساسية في العشرية الأولى يعني هاي العشرية الأولى من مرج القاوس هو ما شكل فيها إلا زوايا منفصلة ضعيفة فعشان هيك كان أنا بعطيه نسبة الانتحاسة علي جداً مش نسبة السعودة علي جداً طيب هاي أول وحدة ثاني وحدة من يجي إنه ما بين 30-12 ليوم 11 واحد فيه كمان زاوية طيب خلينا نروح على يوم 11 عشان نشوف إيه شي الزاوية اللي رح تتشكل هاي ماشينا يعني مدة طويلة بين الزاوية والزاوية طيب هاي شكلنا طلع يجينا على ذروتها هي زاوية تربيع جاية ما بين المريخ اللي هو في برج ناري وما بين نبتن اللي موجود في برج مائي وهاي لها علاقة بالنار والمي مع بعض في بعض الأحداث اللي رح تصير يعني شوي رح نشرحها ونحكي عنها بس خلينا نأخذ أول إشي الزاوية ككل عشان نعرف إيش الزاوية طيب هل في زاوية أخرى قبل الانتقال أنا ما في عندي ولا أي زاوية هن هالزاويتين اللي رح يتشكلوا وصلت المعلومة يعني عندي زاوية التربيع وزاوية التسديس وأغلب الوقت هو رح يكون محترق إذن المريخ ما يلا النحوسة بالنسبة لي أنا بشوفه أغلب من السعودة في انتقاله للقوس رغم أن القوس بعطيه حضوض ولكن احتراقه لحاله يعني أنه هو مش مش مشكل زوايا بالنسبة لي أنا بعطيني ضعف في طاقته الإيجابية في زاوية التسديس ولكن زاوية التربيع والاحتراق هي اللي أبطلته مدة أطول فبلاحظ أنه أغلب الوقت رح يكون منتحس مش سعيد طيب خلينا نشوف أول إيش عشان نطلع نشوف إيش هاي الزوايا تأثيراتها يعني إيش المتوقع من هاي الزوايا اللي إحنا رح نحكي عنها الآن إحنا حكينا أنه يوم يوم 13 بدي ننتقل يوم 30 اللي هي الزاوية الأولى زاوية التسديس إيجابية بين المريخ وبين زحل وهاي تأثيراتها رح تكون من يوم 26-12 لغاية يوم 2-1 يعني مدة برضو مش كبيرة لتأثير الزاوية هاي رغم إنها إيجابية وتأثيراتها لما نيجي نقول زحل طاقة وجراءة والمريخ طاقة وجراءة وزحل اللي معلم الصارم اثنين عبا شكله زاوية ممتازة فهذولا بيمنحونا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها وخصوصا في أعمالنا وفي مشاريعنا طيب بالنسبة للزاوية الخطيرة اللي حكينا عنها اللي هي رح تتشكل يوم 11-1 اللي هي زاوية التربيع بين المريخ وبين نبتن معلش أعذروني إذا في صوت هوا بطلع في تسجيل الحلقة لأنه الأجواء عنا فيها رياح قوية ويعني ممكن إنها تدخل للتسجيل غصبة عني طيب يوم 11-1 حكينا إنه في زاوية التربيع طيب زاوية التربيع هاي بدأ التأثير هاي يوم 9-1 اللي هي ذا يعني بتبلش الحم تاها أو قوتها طيب من 9-1 لغاية 14-1 هاي تأثيرات الزاوية طيب شو بتأثر بما إنه عندي أنا مريخ ونبتن معناته بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز بتزداد حالات التسمم الغذائي في هاي الفترة ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكشف أو نكتشف لاحقا إنهم بيكذبوا علينا صحيح إنها بتحفز برضو أمور إلها علاقة بالوسواس بالشك بالغيرة أكثر شيء عشان هيك برضو بتخلي الواحد ما يركز بشكل جيد بدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية المستمرة هاي من تناول أدوية بطريق الخطأ يعني إما إنه يأخذ مثلا دوى مرتين في نفس الوقت يقول لك أنا أخدته ولا ما أخدته بأخذ الحب احتياط فهذا هدولة بدهم يديروا بالهم من أخذ الأدوية بطريقة خطأ بدل على اضطرابات سياسية في البلاد بسبب ازدياد نفوذ الجيش وازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة ممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو الناقلات اللي إلها علاقة بالبترول أو حرائق أو إضرابات في قطاع السناعة والصحة لأنه حكينا هذا إلو بعلاقة بالنار وهذا إلو يعني المريخ إلو علاقة بالنار ونبتن إلو علاقة بالسوائل فاجتمعوا مع بعض معناته في شيء إلو علاقة إما بالنار أو إلو علاقة بالعواسف والسوائل في نفس اللحظة وممكن يجتمعوا كحالة جوية استثنائية عاصير أشياء من هذا القبيل زي ما حكينا أنه أغلب الوقت المريخ محترق ما بشكل زوايا وفي نفس اللحظة زوايا ضعيفة فيش غير زاوية تزديس وحدة إلا زوايا مع القمر ولكن زوايا القمر سرعان ما بتنتهي في نفس اليوم وحكينا أنه كوكب المريخ بده ينتقل من يوم 13-12 لـ 24-1 زي ما حكينا كل المعلومات طيب إيش تأثيراته على الأبراج بقولولك إحنا ما بهمنا كل هالحكي هذا إحنا بدنا على أبراجنا طبعا أنا بدي أحكي تأثيره بوجوده بالقوس وتأثيره على جميع الأبراج بما أنه شايف أنا سلبية فمعناته بدي أعطي تحذيرات لسلبيته الشغلات أنت تنتبهوا منها على أساس أنه نطلع من مشكلته فلما بحكي برج بحكي برج طالع يعني برج الحمل واللي طالعهم حمل أو ثور برج الثور أو طالعهم ثور هم اللي بدهم ينتبهوا ماشي طيب خلينا نشوف أول إشي برج الحمل واللي طالعهم حمل من إش بدهم ينتبهوا بما أنه هذا البيت التاسع فهذولا بدهم يحذروا فيه أمور إلها علاقة بالسفر البعيد إذا عندهم سفر بدهم يتفقدوا سياراتهم بدهم يتفقدوا أمتعاتهم بدهم يتفقدوا أوراقهم موعد الطيارة ما يستعجلوا على الطرقات ما يتهوروا لأنه قلنا المريخ ابعط الجراءة بدك تكون حذر بدهم برضو موليد الحمل واللي طالعهم حمل يتجنبوا بالفترة هاي القضايا القضائية أو رفع قضايا أو يرتفع لهم قضايا الحذر أثناء التعامل مع غرباء أو أشخاص من خارج البلاد أو أجانب يعني بدكوث تتعاملوا معهم تكونوا مركزين بشكل جيد اللي عندهم امتحانات جامعية ما يعتمدوا على الحظ نهائيا بالفترة القادمة بالنسبة لما أوليد برج الثور واللي طالعهم ثور بدهم يحذروا في أي شراكة مالية لأنه هذا بيت الشراكة المالية له علاقة بالأموال المشتركة اللي ما بتعود لك إليك لحالك معك شريك فيها فالأموال المشتركة بتيجي زي القروض قروض البنك الديون الميراث الأشياء هاي كلها أموال المشتركة وأموال الزوج فبدهم يحذروا في أي شراكة مالية ممكن بعض موليد برج الثور يقوموا ببعض المجازفات وهذه المجازفات ممكن تعرض لهم أو تعرضهم لبعض المشاكل في عملهم بالنسبة لموليد برج الجوزاء واللي طالعهم جوزاء بما أنه هو يعتبر بالنسبة لهم بيت الشراكة المالية والعاطفية مقابلهم تماما فهنا بضغط على شركاء المال وشركاء العاطف اللي هم الأزواج فممكن هاي يتسبب نوع من أنواع الخلافات أو النزاعات أو سوء التفاهم في المنزل أو في العمل أو شقاق بينهم وبين الشركاء في العمل فعشان هيك بدهم يحذروا طاقتهم بتكون برضو ضعيفة بدهم يحذروا من بعض النقاط اللي إلها علاقة بالشراكة بالنسبة لموليد برج السرطان واللي طالعهم سرطان طبعا بدهم يحذروا في أمور إلها علاقة بالعمل لا سيما في علاقاتهم مع زملائهم مع رسائهم بالعمل بدهم يتمموا أعمالهم ما يستعجلوا بتسليم أعمالهم بدون ما يتفقدوها لأنه ممكن يكون فيها بعض الأخطاء وبرضو بدهم ينتبهوا لصحتهم وخاصة بما أنه المريخ معناته هو بركز على الإصابات بدكو تمتنعه من رفع حاجيات ثقيلة عن الأرض عشان أسفل الظهر بكون أو الظهر بكون أرضها للإصابات ممكن بالفترة هاي المريخ يعرض موليد السرطان واللي طالعهم سرطان لأمراض التهابات أو جروح أو حروق فيما يدين العمل فعشان هيك بدكو تنتبهوا من هاي التحذيرات برج الأسد واللي طالعهم أسد طيب بالنسبة للأسد بما أنه هذا البيت الخامس بيت الخامس اللي إلو علاقة بالأحبة إلو علاقة بالأبناء إلو علاقة بالهوايات فهنا من قلهم بدهم يضبطوا أعصابهم أثناء التعامل مع أحبائهم لأنه بيغلب عليكم سلوك العنف بسوء تعاملكم لا يهقتكم في العلاقات العاطفية وممكن بلحظات يطلع منكم كلام جارح يزعل الأحبة منكم أو تدخلوا في خصام أو مشادات كلامية مع الأحبة تديروا بالكم أو تضغطوا وتتحكموا في الأبناء وهذا برضو بتكون تديروا بالكم إنه بالنسبة لموليد العذراء واللي طالعهم عذراء بدهم يتجنبوا مواجهة مع أفراد العائلة لأنه هذا البيت الرابع وبيت البيت فهذا بيعمل أشياء لها علاقة في العائلة في البيت في أعطال وخصوصا أشياء لها علاقة بالنيران فبدهم يحذروا من النيران الأدوات الحادة الخلافات العائلية لأنه ممكن في لحظات معينة يحسوا أن الحياة في المنزل صارت غير محتملة فعشان هيك يضبط الأعصاب مع أفراد العائلة مطلوب وبرضو في إدارتك للمنزل والأعطال المنزلية بدك تكون إدارة دقيقة وما تتسرع بالنسبة لموليد الميزان برج الميزان واللي طالعهم ميزان طبعا هذا بيتك الثالث بيت التنقلات والاتصالات والامتحانات لطلاب المدارس بدكوا تحذروا في السفر داخل المدن أو تنقلاتكم اليومية أثناء قيادة السيارة أو أثناء حركتكم من بعض الإصابات بدكوا تتجنبوا المواجهة أو الخصام ما بينك وبين أخ أو جار بالفترة هاي بتزداد عدوانيتك وهذا الشيء ممكن يسبب لك خلاف أو سوء تفاهم عليك تجنب التنقلات والأسفار بالفترة هاي إلا إذا كنت دقيق بمعنى آخر تتفقد سيارتك تتفقد حركتك تتفقد المكان اللي بدك تروح عليه على أساس أنه ما يكون فيه أي مشاكل أو خطر عليك بالنسبة لموليد العقرب واللي طالعهم عقرب بيستفيدوا مالياً ولكن المشكلة إنها بتتصاعد عندهم النفقات بالفترة هاي فيه ممكن يصير معهم بعض النزاعات أو الخلافات أو المشاكل ما بينهم وبين رفاقهم في العمل مع رئيسهم بالعمل لأسباب كلها بترجع للأمور المالية والأهم إن كنت تجنبوا عمليات التبذير بالنسبة للقوس واللي طالعهم قوس بدهم يضبطوا أعصابهم أثناء التعامل مع الغير هذا يعني عندك فعشان هيك أنت أكثر واحد بتكون طاقتك الزيادة عن اللزوم وسهل جداً استفزازك فعشان هيك منقول لك ضبط الأعصاب مطلوب أثناء التعامل مع الغير لأنه شوي ممكن تتصرف تصرفات متسرعة بتكون سيء المزاج نافذ الصبر متلهف مما قد يسبب لك هذا نزاعات مع محيطك بدك يتجنب الزيادة في كل شيء الإفراط بمعنى آخر بالعصبية بالطعام بالأمور هاي بالنسبة لموليد برج الجدي واللي طالعهم جدي يعني هذا بيت متاعبك يعني بمعنى آخر بما إنه بيت المتاعب معناته هنا بدنا نقول بدكوا تحذروا من تآمر من وراء الكواليس لأنه هنا بيزداد عنفكم بيزداد بعض الكلام اللاذع عندكم بدكوا تنتبهوا من أشخاص ممكن تتآمر عليكم أو تحاول تحيك لكم مشكلة فبدكوا تكونوا حذرين انتبهوا أثناء تعاملكم مع الآخرين وبرضو ما تدخلوا أماكن مجهولة بالنسبة لموليد برج الدلو اللي طالعهم دلو بدهم يمتنعوا من المواجهة أو عن المواجهة أو فرض السيطرة على صديق اتجنبوا الدخول في جدال حاد أو عقيم مع الأصدقاء لأنه ممكن تخسروهم ما تحاولوا تفرضوا سيطرتكم أو كلامكم أو تتحكموا فيهم الفترة هاي بالنسبة لموليد برج الحوت بدهم يتجنبوا الدخول في مواجهة مع المسؤولين في مجال العمل وبرضو في الفترة هاي يديروا بالهم انها بتزداد عدوانيتهم واندفاعهم وهذا الاشي ممكن يخسرهم العمل لأنه هذا بيت السمعة ما في داعي للمجازفات والمغامرات ومخالفة القوانين يعني بمعنى آخر بدك تحافظ على سمعتك من التشويه قدر الإمكان وعلاقتك مع رؤسائك بالعمل عشان ما تخسر عملك طبعا هاي كل هذا اللي حكناه هو عبارة عن توقعات ونقول والله أعلم ممكن نصيب وممكن نخيب في النهاية منقول إن شاء الله ما بصيبك وغير كل الخير يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر